وعلى ذكر الإمام البغدادي، رحمة الله تعالى عبدالقاهر، عبي منصور، عبن طاهر البغدادي هذا الإمام الجليل من أمة الأشاعرة للأسف للأسف أسائل الأشاعرة وأسائل مذهب الأشعري بنزعته الاستحواذية وميله إلى إخراج المخالف من دين الله حين تقرأ لهذا الإمام الجليل في كتابه الفرق بين الفرق وهو صاحب أيضاً كتاب أصول الدين يقشعر بدنه كيف يكفر المعتزلة ماذا يا أخي؟ المعتزلة الكفار هم زنادقة المعتزلة قبل الأشاعرة هم الذين تصدّوا للرد على الثانوية وعلى المجوس وعلى المانوية وعلى السمنية أي البوذية وعلى طواف الملاحل والمشككين المعتزلة قبل الأشاعرة وقبل حنابلة وهم فرسان حلبتها وأبناء بجدتها المعتزلة حرام أن يقول هذا الإمام قال لك لا كفار واختلفنا اختلف الأصحاب فيهم فمنهم من قال حكمهم حكم المجوس ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين وقال لك هم كفار ويجب أن نكفر كل زعيم من زعماء المعتزلة ووجوه كفرهم لا تعد ولا تخصى يا سلام ليه يا باب في إيش خالف المعتزلة بحيث يكفرون هذا كذب في فصول الفصول مش في الأصول ووحدون من أهل هذه الملة بفضل الله تبارك وتعالى هذا الظلم الحرام وفينا إما زهات وعلى فكرة المعتزلة معتزلة في الأصول لكن في الفروع هم أحنا حنفية 99% من المعتزلة على المذهب الحنفي أنت بتكفر كانت فقهاء معناها فقهاء في المذهب الحنفي حيطلعوا طبعا وقهاء كذر ومفسرون الزمخشري أحسن من فصل كتاب الله تفسيرا بلاغيا بيانيا الكشاف هذا جار الله محمود الزمخشري يا أخواني توفى في أول قرن السادس معاصر الغزالي بعد الثلاثين وخمسمائة رحمة الله عليه هذا معتزلي كان معروفا بالزهد أيضا والاستقامة الرجل هذا كان شديدا جدا على الحنابل والأثرية عاد لأنه يرفض التشبيه والتجزيم والمماثلة مغرق في التنزيه على طريقة أهل الاعتزال إيش تكفر معتزلة واصل ابن عطاء مؤسس مذهب الاعتزال رأس المعتزلة تعرفون هذا له تصنيفات كثيرة جدا كان أحد يعني عباقرة المسلمين له كتاب اسمه الألف مسألة ألف مسألات تتخيل ألف مسألة شيء عجيب الألف مسألة في الرد على المانوية طائفة المانوية يرد عليهم ويثبت أصول التوحيد والدين ما في عندنا ثانوية النور والظلام إله للنور إله للظلام قال لا 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 ألف مسألة يرد عليهم من ألف وجه هذا واصل من عطاء تكفر هذا أنتا أبو الهذير العلاف العلاف رحمة الله تعالى عليه أسلم على يديه فيما يقال ثلاثة آلاف من أهل الكتاب والمشركين والثانوية والملاحدة ثلاثة آلاف وكان يقطع الخصم بأوجز كلام وأقل عبارة عبقر كبير تكفر هؤلاء أنت يا إمام يا بغدادي رحمة الله عليكم وعفى الله عننا وعنك فيه هذا التعصب موجود في كل الطوائف في الحنابل وفي الأشاعر لكن طبعا بين إقلال هنا وإكثار هناك والعكس لكن موجود ما من طاف إلا فيها متعصبتها لكن أنا أقول لكم هذه النزاعات التعصبية والحصرية والإقصائية والتكفيرية أنا أقول لكم هذه تسيء جدا المذهب وإذا استشرت تضر به ضررا فادحا بارغا قد تقضي عليه قد تجمده قد تفقده أنصاره أو تفقده على الأقل تفقده عفوا انتشاره العلامة المتريدي محمد زهد الكوثري المعاصر كان معاصرا للشيخ شلتوت والشيخ أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه من أصل تركي علامة كبير محقق طبعا السلفيون يكرهونه جدا 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 لأنه ما تريدي منزه رحمة الله عليه حين قدم بس إمام حين قدم لكتاب الفرق بين الفرق العبد القاهر البغدادي رحمة الله تعالى عليه قال هذا الرجل كان شديدا بمعا الكلام ولا يتصف بالعدل والإنصاف مع الخصوم قل أن يحكي أقوالهم على وجوهها قال لاحظتا قال مش أمين في النقل هذه مصيبة كبيرة تنقل أنت عن فرق أخرى ولا تكون أمينا ستكتب شهادتهم ويسألون الله سائلك عن كل كلمة كتبتها أو كلمة أخفيتها ما هي القضية هي؟ الحق ولا الغلبة تريد الحق أم تريد أن تغلب واضح؟ قال الإمام زهد الكوثري كاشفا النقاب عن مصدر الإمام البغدادي في النقل لأقوال المعتزلة من أين يجيب؟ لو جاب أقوال المعتزلة من كتب على المعتزلة لا يمكن أن يغلط هذا الغلط كله عليهم من أين؟ مصدر ابن الريوندي أو ابن الراواندي كما هو مشهور عند الناس ابن الراواندي الملحد الملحد الذي بدأ معتزليا وختم حياته ملحدا والعياذ بالله من ومن مصيري ملحد والذي رد عليه أحد أئمة الاعتزال ابن الخياط بكتابه الانتصار والرد على ابن الراواندي أنت بتأخذ من واحد ملحد خصم منقلب على الاعتزال ما هي الإلحاد أقوال المعتزلة هذا ما الحق في شيء؟ هذا ظلم بيّن يا إمام فهذا عبد القاهر قال لك المعتزلة كفار لا نتوقف يجب أن يكفر رؤوس زعماء المعتزلة طيب العامة قال لك لا يصلى خلف معتزلي إصحى تصلي خلفه صالتك غير مقبولة طيب ولا يصلى عليه ولا تزوجه والمرأة أن اعتقدت معتقدهم لا تتزوج منهم وما في توارث لأنه في كفر ما في إيه؟ هم لا يرثوننا لكن هل لذيهم؟ مسألة وهكذا إيش هذا يا أخي تتكلم عن من أنت يا رجل؟ في تعصب ترجمة نانسي قنقر